اشتركوا في القناة للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة لحضور ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي التي تقام خلال الفترة من الثلاثين لغاية الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بإشراف المجلس الأولمبي الآسيوي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية ونقل سمو الأمير فيصل بن الحسين إلى عاهل البلاد المعظم تحياتي وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأطيب تمنياته لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التطور والرقي تحت قيادة جلالته الحكيمة فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته لأخيه جلالة العاهل الأردني وتمنياته الخالصة لشعب الأردن الشقيق بدوام الرفعة والتقدم ورحب حضرة صاحب الجلالة بسمو الأمير فيصل بن الحسين وأشاد بمشاركته في هذه الندوة التي تعد من الندوات المهمة لتعزيز التكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة متمنيا جلالته للمشاركين في هذه الندوة التوفيق في الوصول إلى نتائج تعزز القيم الرياضية التي تتواكب مع تطلعات اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الأسيوي وأكد جلالته خلال الاستقبال تزازه بعمق العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين المملكتين والحرص المتبادل على تدعمها وتطويرها مثمنا جلالته جهود أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني في توطيل وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية الأردنية وبالمواقف المشرفة التي تقفها دائما المملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين وشعبها وبدورها المشهود في دعم العمل العربي المشترك ونصرة قضايا الأمة العربية ترجمة نانسي قنقر